وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر الشيخ الدكتور عبدالحي يوسف رد الله غربته قولوا أمين وأعاده الله إلى هذا الممر سالماً غانماً بإذن الله رد الله غربته هو بحر لا ساحل له حتى أتكلم عنه أنا في العلم وفي التواضع الشيخ عبدالحي يوسف الدكتور الشيخ عبدالحي يوسف افتقدوا هذا المنبر الذي كان إذا تكلم أوجع وإذا ضرب إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع كانت كلماته تخرج من هذا المنبر كالرصاص العدد الفوق دل الآن مزجد دلمان كاشر عبدالحي في لا من الطابق التالي وما شاء الله المزجد الآن ما شاء الله رباً يتقبل لكن كان لحد الطابق التالي وبرع لكن الشغل ده شغل مستهدف وشغل مقصود أنه يستهدفوا هذا المزجد ويستهدفوا المصلين الفجامع من خلال الشيخ افتقده هذا المنبر افتقدته الدروس افتقده هذا المسجد محاضراته كان بعد الصبح يومي افتقدتموه في شهر رمضان افتقده أهل الحي رجال والنساء صغار والشبار الشيخ عبدالحي يوسف كان شعل من النشاط افتقدته ولاة الخرطوم في مجامعاتها في مدارسها في اعلامها قنواتها ازاعاتها فقدته المدارس فقدته المساجد الشيخ عبدالحي يوسف افتقدته الولايات كنا نرحب به في بور سودان كان ياتينا في العام مرتين نستقبل أهسن استقبال نكرم أهسن كرم الناس تتخاطفه وتتجازبه الكل يريد من شك عبدالحي أن يكون في المزجد قوات نظامية مؤسسات تعليمية مدارس جامعات الكل قنوات فضائية ازاعية الكل يريد أن ينهل من هذا المعين من هذا الشيخ الدكتور عبدالحي يوسف افتقدناه ولذلك أقول كم حرم هؤلاء كم حرم هؤلاء الذين تآمروا عليه الذين تآمروا عليه ليصدوه عن هذا المسجد ولا يبعدوه عن هذا البلد كم تآمروا على الشيخ عبدالحي يوسف عزاءنا عزاءنا عندنا الشيخ أينما وقع نفعه أقول رسالة لمن تآمروا عليه أقول رسالة لمن تآمروا عليه الكلام نحذر منه في المين برضا وكان بينبه ليه ويوجيه ليه ويرسله كله تحقق كله تحقق لما شعروا كلامه قوي وواضح وصعب عملوا العمل هذا ولذلك أقول لهم هم الجبال هم الجبال فسأل عنهم مصادمهم فسأل عنهم مصادمهم وأقول لكل من أساء إليه الناس اللي بيكتبوا في الفيز أسأل عن حيكتبوا في بعض الخطبة دي أقول لكل من أساء إليه قولاً أو عملاً أقول لكل من اتهموه بما ليس فيه وقولوه ما لم يقوله قولوه ما لم يقوله حتى اللي توجهوها في الدولة البر دي ما شدتكلمت معاه وانتشر خبره في ولا صعب كل منتب لاستهداف الشيخ أرادوا أن يكسروه ولكنه لا ينكسر أقول لهم جميعاً والله أي زول كتب سطر في الشيخ أو قال كلمة بلسانه فيه اتهموه بما لم والله الشيخ له غلطان والله ما أدافع ولا أتكلم ولا تجرع ولا أي شيء لكن نحن كلهم تعرفوا الشيخ معقول معقول الكلام اللي بيقوله عنه ده يصدق جاهل خليك من إنسان عاقل أقول للناس الكتب عنه في الأسافير أساوي إليه في سمعته أساوي إليه في عرضه أساوي إليه في أي شيء أقول لكل من أساوي إليه إن الذين جاءوا بالإفك إن الذين جاءوا بالإفك عضبة منكم لا تحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم شوف لكل مريء منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره الذولة بدل خبر ذا وبدأ ينشر في الكلام ذا والذي تولى كبره له عذاب عظيم منهم له عذاب عظيم وأقول قول الله سبحانه وتعالى استلقونه بألسنتكم استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا خذ بغير ما اكتسبوا دي مية سطر تحيدة بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وأنا عزان وسلوان لشيخ عبد الحي أقول له قالوا الإله ذو ولد ما تزعل يا شيخ قالوا الإله ذو ولد قالوا الرسول قد كهنى ما نجى الله والرسول من لسان الورى فكيف أنا الناس ما يخلوا الله والرسول فما بيخلوه وأقول بعيد عن الأغزام بعيد عن الأغزام أن تلمث الذرة فسبحان من سواك للحق من برا وسبحان من أعطاك نورا وهيبة وأعطى لعلمانية القوم ما ترى فأدباعها حمقى وأنت فكرة وشتان ما بين السماوات وما بين الثراء شتان ما بين السماوات وما بين الثراء شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم